شكري يؤكد على دور مؤسسات التمويل الدولية في حجر تمويل صندوق المناخ الأخضر وتحقيق الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة بيلاروسيا تعلن عن بدء منورات جوية مشتركة مع روسيا وكييف والغرب تعرب عن قلقها منتدى دافوس ينطلق اليوم وسط وضع اقتصادي هو الأكثر تعقيدا مع تزايد التضخم والركود العالمي الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرام نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من تلفزيون المصري أهلا بحضراتكم شارك سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر كوب 27 في فعاليات قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة كمتحدث رئيسي في الجلسة المخصصة لتناول مخراجات مؤتمر المناخ الذي عقد بشرم الشيخ في شهر نوفمبر الماضي وخلال كلمته أبرز وزير الخارجية نجح مؤتمر كوب 27 في إدراج بند معالجة خسائر وأضرار تغير المناخ ضمن أجندة عمل مؤتمرات المناخ في سابقة هي الأولى من نوعها كوب 27 كان أول كوب يضع التمويل وذلك الاستجابة للأضرار والخسائر بعدما قامت الدول بتبني ترتيبات جديدة لتمويل الخسائر والأضرار من خلال وجود صندوق لتعامل مع هذا الغرض في شرم الشيخ المجتمع الدولي كذلك قد انعقد أفريكي يلتزم بالتعامل مع طموحات ملايين الضحايا في فاكستان وأفريقيا والجزر الصغيرة وكثير من الدول في العالم التي تواجه تغير المناخ وهناك إسرار لتعامل مع المتطلبات الضرورية السيدات والسادة في شرم الشيخ وصلنا إلى مجبوعة من النتائج التي أكدت على الحاجة إلى إجراءات لتخفيف من تغير المناخ بشكل قوي والتي يمكن أن تحافظ على هدف بأن نحافظ على واحد ونصف درجة مئوية للعالم مفقا لإتفاق باريس كما صلت وزير الخارجية الضوء كذلك على الدعوة الجدة التي أطلقتها أطلقها مؤتمر شرم الشيخ إلى بنوك التنمية متعددة للأطراف ومؤسسات التمويل الدولية وذلك من أجل إعادة النظر في سياساتهم على نحو يضمن إعطاء لولوية لازمة لتعزيز جهود حجد تمويل المناخ اللازم تمويل تغير المناخ لازم هو المجال الذي في حاجة إلى الكثير من العمل 100 مليار دولار أم بيك إتزامي تم تقديمه مقبل الدول ولم يلبى حتى الآن وعدت الدول المتقدمة بأن تفي بهذا الوعد هذا العام بعد ثلاث سنوات من التأخير ولكن دعوني أكون واضحا هنا عدم تقديم هذا الإتزام الهام له أثر مباشر ليس فقط على حجم الإجراءات التي نتخذه على أرض الواقع ولكن كذلك يؤثر على الثقة بين الشركاء في هذه العملية وكذلك على مستوى التوحيم والتحول المتوقع من الدول النامية والأطراف بأهمية الأطراف المختلفة والحديات التي تواجه الدول النامية بشأن عبء الزيون وكذلك زيادة تكلفة التمويل ومحدودية النفاذ إلى هذا التمويل هذا وأكد وزير الخارجية سامح شكري على دور مؤسسات التمويل الدولية على توفير تمويل لصندوق المناخ الأخضر وعلى تحقيق الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة وخلال اللقائه بالوزير الدنماركي لتعاون التنموي والسياسات المناخية دانيور جانسن على هامش المشاركة في قمة أسبوع أبو ظبيل الاستدامة أكد شكري الحرصة على التنويه بما تضمنته مخرجات مؤتمر شارم الشيخ حول تعزيز جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ من جانبه أشاد الوزير الدنماركي بما تحقق خلال مؤتمر شارم الشيخ من نجاحات معربا عن تطلعه إلى مواصلة التشاور وتنسيق مع الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ خلال العام الجاري أعرب وزير الخارجية سمح شكري عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها فريق سكرتارية الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ خلال مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي جاء ذلك خلال لقائه مع السكرتيري التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سيمون ستيل على هامش المشاركة في قمة أسبوع أبو ظبيل الاستدامة وأكد شكري خلال اللقاء ثقته في مواصلة السكرتارية التنفيذية دعمها لمصر على مدار العام الجاري الذي ترأست خلاله مؤتمر المناخ ومن جانبه أعرب ستيل عن تقديره البالغ للنجاح الذي حققته مصر في مؤتمر شرم الشيخ في ظروف دولية صعبة للغاية وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا من أبو ظبي الأستاذ هاني مصهور الكاتب الصحفي سيد هاني بعد التحية يعني كيف تابعت أسبوع أبو ظبي للاستدامة وكلمة وزير الخارجاء سمح شكري رئيس قمة كوب 27 خلال هذه الفعليات مساء الله خير بداية السبوع أبو ظبي للإستدامة هو يعني موسم سنوي يقام لكن يمكن هذا العام تحديدا يأتي في ظل ما بعد أشهر شهرين تقريبا ثلاثة أشهر من مؤتمر شرم الشيخ قوب 27 وتحضيرا لكوب 28 في دبي في 2023 فأعتقد أنه هذا العمل العربي سنتحدث هذه اللغضة عن تقدم عربي باتجاه مسؤولية باتجاه الكوكب الأرض وحماية كوكب الأرض من تداعيات التغيرات المناخية وهذا جهد يضاف للعالم العربي حقيقة وتحديدا دولة الإمارات العربية المتحدة جمهورية مصر العربية يعني في هذا الجهد الكبير بتجاه تحقيق المعادلة الصعبة جدا بتنفيذ ما توافق عليه الأطراف في مؤتمر شرم الشيخ وتحويله إلى برامج تنفيذية على العالم أن يعني أن هذه اللحظة صعبة للغاية هناك غيرات مناخية تدفع تمنها من الأمن الغذائي من الأمن الصحي كل هذه التداعيات لا بد من مواجهتها بتنفيذ ما توافق عليه الأطراف المجتمعين في قمة شرم الشيخ وتنفيذا لاتفاقيات باريس المهمة في 2003 نحن الآن في مرحلة جدا صعبة وهذه المرحلة تقتوي اتخاذ الإجراءات الملموسة واعتقد أن الدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أبو ظبيل الاستزامة من خلال تحضير هذا المؤتمر القادم في كوم 28 على هذا المستوى المستوى العالي جدا للوصول إلى المؤتمر يستطيع تحويل الأهداف إلى مشاريع تنفيذية حتى يتم إلزام العالم باتجاه القيام بالنهام ومسؤولياته باتجاه خضل الإمعادات الكربونية على نصف العالم نعم السيد هاني مسهورة الكاتب الصحفي كنت معنا هاتفيا من أبو ظبي شكرا جزيلا لك واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 615 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 446 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 48 طن كما تم ضبط قرابة 388 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أيضا قرابة 11 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 403 قضايا من بينها 207 قضايا خبز ناقص الوزن فضلا عن 127 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط أربع قضايا في مجال القضايا المتعلقة بغش الأعلاف بمضبوطات بلغت 23 طن أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا عن بدء مناورات جوية مشتركة مع روسيا مما أثار مخاوف في كييف والغرب من أن تستخدم موسكو حليفتها لشن هجوم بري جديد في أوكرانيا أكدت الوزارة أن الدولتين الحليفتين ستجرياني مناورات جوية في الفترة من 16 يناير إلى 1 فبراير باستخدام جميع المطارات العسكرية في بيلاروسيا وتقول منسك أن المناورات الجوية دفاعية وإنها لن تدخل الحرب تواعد الكريملين بإحراق الدبابات التي ينوي الغرب تسليمها لأوكرانيا وقال ديمتري بيسكوفا المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن خطط بعض الدول مثل المملكة المتحدة وبولندا والمتعلقة بإرسال دبابات إلى أوكرانيا لن تغير الوضع على الأرض بل ستطيل أمد هذه القصة فحسب وكانت كل من لندن وبريس وورسو قد تعهدت أو أبدت استعدادها إرسال دبابات إلى أوكرانيا ارتفعت حصيرة الضربة الروسية التي دمرت مبنى في دينيبرو في شرق أوكرانيا السبت الماضي إلى 35 قتيلا بينهم طفلان فضلا عن عشرات الجرحة أوضح حاكم منطقة دينيبرو وديبترو فيسك أنه تم إنقاذ 39 شخصا وأعلن أنه تم إصابة 75 آخرين مضيفا أنه لا يزال مصير 35 من سكان المبنى مجهولا فيما تتواصل عمليات الإنقاذ مسعفون يبحثون بين الإنقاذ حيثما ذال عشرات المدنيين في عداد المفقودين ومدنيون يهرولون بحثا عن مكان آمن وتنديد من هنا وقصف من هناك كلها مشاهد أصبحت متكررة يوميا وستواصل المعارك على الأراضي الأوكرانية في دينيبرو وشرق أوكرانيا لا تزال أصداء الضرباء التي أصابت مبنى سكنيا وأدت لمقتل أكثر من 30 شخصا وجرح 75 آخرين تتردد داخل أوكرانيا وخارجها من جانبها نددت الولايات المتحدة بما أسمته نموذجا جديدا من حرب روسيا على الشعب الأوكراني فيما أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي أن واشنطن ستواصل تزويد أوكرانيا ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها إلى ذلك وعد حلف شمال الأطلنطي النيتو بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الثقيلة في المستقبل القريب وكانت دول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تعهدت بتزويد أوكرانيا بآليات المدرعة لنقل المشاه أو للإستطلاع هي 40 مدرعة ألمانية من طراز ماردر و50 مدرعة أمريكية من طراز برادلي وعدد من مدرعات MX-10 الفرنسية كذلك تعهدت المملكة المتحدة إرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز شالناجر 2 إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة لتصبح بذلك أول دولة تلتزم بتقديم هذا النوع من الدبابات لمساعدة كييف في مواجهة القوات الروسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في غواصة بلغروود النووية وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة عن توربيد بوسيدون في عام 2018 قائلا إنه نوع جديد تماما من الأسلحة النووية الاستراتيجية مزود بمصدر طاقة نووية خاص بها وفي كلمته في عام 2018 قال بوتين إن مدى الصاروخ غير محدود وبوسعه العمل في أقصى الأعماق بأضعاف سرعة أي غواصة أو صواريخ أخرى قدمت وزارة الدفاع الألمانية كريستين لامبراخت استقالتها من منصبها وسط انتقادات داخلية بشأن قدرتها في أداء مهامها المتمثلة بتعزيز القوات المسلحة على وقع الأزمة في أوكرانيا يأتي قرار الاستقالة في الوقت الذي تتعرض فيها ألمانيا لضغوط للموافقة على زيادة الدعم العسكرية الدولي لكييف فيما قوبلت القدرات الدفاعية الألمانية بالتشكيك بعد أن خرجت عدة دبابات مشاه من الخدمة خلال منورات عسكرية في الآونة الأخيرة قال منظم منتدى دافوس إن ثلثي كبار الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص الذين شملهم استطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقعون حدوث ركود عالمي في عام 2023 واعتبر حوالي 18% ممن شملهم الاستطلاع أن الركود العالمية محتمل للغاية بسبب النمو المنخفض والديون المرتفعة وبئة التجزئة المرتفعة التي تقلل من حوافز الاستثمارات اللازمة للعودة إلى النمو ورفع مستويات المعيشة للفئات الأكثر ضعفا في العالم يأتي الاستطلاع بعد أن خفض البنك الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو لعام 2023 إلى مستويات قريبة من الركود في العديد من البلدان مع اجتداد تأثير رفع البلوك المركزية لأسعار الفائدة واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية تنطلق اليوم فعاليات منتدى دافوس لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وذلك بعد عودة المنتدى الاقتصادي إلى مقر عقاده الشتوي بعدما تسبب وباء كورونا في إلغاء اجتماعات يناير عام 2021-2022 توافد عدد كبير من رجال الأعمال وقادت الحكومات على المنتجع السويسري الشهير لحضور المناقشات التي تستمر لخمسة أيام في ظل وضع سياسي واقتصادي هو الأكثر تعقيدا منذ عقود تلتق النخب السياسي والاقتصادية العالمية في منتجع دافوس بسويسرا سعيا لتخطي عقبات الحرب في أوكرانيا وتداعيات كورونا وأزمة الاختلال المناخية الدورة الثالثة والخمسون للمنتدى تعود إلى دافوس في الشتاء للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بعدما تسبب الوباء في إلغاء اجتماعات يناير عامي 2021 و2022 ومع عودة الأمور إلى طبيعتها يجتمع أكثر من 2700 سياسي ومسؤول تنفيذي ومستثمر ومصرفي وأكاديمي في منتجع التزلج السويسري من خلال الجلسات عدة تناقش موضوعات مثل التعاون وسط عالم مفكك اجتماعات هذا العام تتزامن مع تزايد المخاوف بشأن قضايا عديدة من بينها التضخم والرقود العالمي الذي يلوح في الأفق وسط ارتفاع تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة وبينما سيكون غياب الوفد الروسي واضحا فقد أشاد المنظمون بإقبال قياسي من حيث عدد المشاركين وتنوعهم مع توقعات بمشاركة صينية رفيعة المستوى ومن المنتظر حضور 52 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 56 وزيراً للمالية وتسعة عشر محافظاً للبنوك المركزية وثلاثين وزيراً للتجارة وخمسة وثلاثين وزيراً للخارجية كما سيكون قادة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية من بين تسعة وثلاثين من رؤساء الوكالات الدولية كذلك يحضر المنتدى نحو مئة ملياردير أغلبهم من الولايات المتحدة وفي حين تشير التوقعات لهيمنة الأزمة الروسية الأوكرانية على النقاشات السياسية يظهر في الخلفية الصراع الصيني الأمريكي وتأكيد تفوق كل دولة على الأخرى والتصادم حول قضايا مثل التجارة وأشباه المواصلات بدأت سفينة شحن في التحرك بعد جنوحها في مضيق البصفور حيث تسببت في تعطيل الملاحة لعدة ساعات وقالت هيئة خفر السواحل أن ثلاثة قاطرات كانت من بين السفن التي أرسلت لتقديم المساعدة للسفينة التي جنحت أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى اسطنبول وأظهرت لقطات تلفزيونية قوس السفينة التي تحمل 13 ألف طن من الحبوب جانحا بالقرب من الساحل على الجانب الآسيوي من مضيق البصفور قال وزير الزراع الأوكرانية ميكولا سلوسكي قال إن جودة محصول الضرع في البلاد تدررت بسبب سوء الأحوال الجوية أضاف سلوسكي في مؤتمر صحفي أن الوضع أسوأ بكثير هذا العام لافتا إلى أن أوكرانيا دخلت في موسم حصاد شتوي طويل بالإضافة لحدوث تقلبات كبيرة في درجات الحرارة هو ما يصعب الأمر على المزارعين في العمل إن خفض سعر الرند الجنوب الأفريقي بعد أن ألغى الرئيس سيرير رامافوزا رحلة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لتعامل مع أزمة الطاقة في البلاد حيث تستمر أسوأ انقطاعات للكهرباء على الإطلاق في البلاد وحدث انقطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا لأكثر من 200 يوم في عام 2022 وهو المعدل الأعلى من نوعه في عام واحد وشهدت جنوب أفريقيا أزمة انقطاع الكهرباء للمرة الأولى في عام 2008 لينتج عنها ركود اقتصادي فاقمته جائحة فيروس كورونا يشهد الاقتصاد العالمي موجة تضخم غير مسبوقة فاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعيات جائحة كورونا في باكستان بات آلاف الحاويات المحملة بالمواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية والمعدات الطبية باتت عالقة في ميناء كاراتشي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة عملات خطيرة لا يزال العالم يأن شرقا وغربا من أسوأ موجات التضخم التي أحدثت ندوبا في الاقتصاد العالمي قبل فجر يوم الرابع والعشرين من فبراير من العام المنصرم كانت الآمال الاقتصادية في عنان السماء بعد قرب السيطرة على جائحة كورونا عالميا وبعد هذا اليوم أصابت شظايا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جسد الاقتصاد المتعافي قبل أن تخترق الحصون الأوكرانية ليبدأ فصل جديد من المعاناة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء في ميناء كاراتشي بباكستان باتت آلاف الحاويات المحملة بالمواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية عالقة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة عملة خطيرة وتضخم جامح ونمو بطيء كما فاقمت أزمة العملة الصعوبات التي يواجهها منتج النسيج الذي يمثل 60% من الصدرات الباكستانية والذين عانوا من نقص الطاقة والأضرار التي لحقت بمحاصيل القطن أثناء الفيضانات وزيادة الضرائب مؤخرا وهذا الأسبوع انخفض احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي الباكستاني إلى أقل من 6 مليارات دولار وهو ما يكفي لسداد قيمة الواردات لمدة شهر واحد فقط كذلك تظهر البيانات تصارع تضخم أسعار المواد الغذائية في باكستان بنسبة 35.5% على أساس سنوية فيما ارتفع تكاليف النقل بنسبة 41.2% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 17.1% إلى ذلك تعلق إسلام أباد أمالها على الاتفاق مع صندوق النقل الدولي الذي يطالب بسحب الدعم المتبقي على المنتجات النفطية والقهرباء لتبقى تلك الدول الأسيوية التي يتجاوز عدد سكانها المائتي مليون نسمة بين خيارين كلاهما مر أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوع إذ يضغط ارتفاع الين على المصدرين فيما يراهن المستثمرون على أن بنك اليابان المركزي قد يضطر إلى تعديل سياساته التحفيزية هذا الأسبوع واختتم نيكي جلسة اليوم منخفضا بنسبة 1.4% وهو أقل مستوياته منذ الخامس من يناير الجاري كما أغلق المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا منخفضا بنسبة 88% فيما سجل الين أعلى مستوياته منذ مايو عند 127.2 أمام الدولار انتقد رئيس بلدية نيويورك إيريك آدمز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب تعاملها مع أزمة المهاجرين على الحدود الجنوبية للبلاد تشهد الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا في أعداد المهاجرين بعد نحو خمس سنوات من التراجع مسجلة أكبر زيادة منذ أكثر من عقد مع إعادة فتح الحدود في نهاية 2021 بعد إغلاقها بسبب كورونا لأول مرة يرتفع عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة بعد خمس سنوات من التراجع مسجلا أكبر زيادة منذ أكثر من عقد مع إعادة فتح الحدود في نهاية 2021 بعد إغلاقها بسبب كوفيد رئيس بلدية نيويورك إيريك آدمز توجه إلى مدينة إلباسو الواقعة على الحدود مع المكسيك وأعلن أنه لا مكان في المدينة للمهاجرين آدمز المنتمي للحزب الديمقراطي انتقد أداء الحكومة الوطنية بشأن أزمة المهاجرين على الحدود الجنوبية لأمريكا ولم يسبق لأي رئيس بلدية لنيويورك زيارة مدينة حدودية جنوبية من أجل قضية المهاجرين وتم شحن حافلات محملة بالمهاجرين والتوجه شمالا إلى نيويورك ومدن أخرى من قبل الولايات التي يديرها الجمهوريون وقد أدى ذلك إلى تفاقم أزمة الإسكان في نيويورك وأزمة المشردين في المدينة وتأتي زيارة آدمز إلى مدينة إلباسو بعد أن قال إن تدفق المهاجرين إلى نيويورك قد يكلف المدينة ما يصل إلى ملياري دولار في وقت تواجه فيه المدينة بالفعل عجزا كبيرا في الميزانية وفي الأشهر الأخيرة أرسل حكام في لوردة وتكسيس آلاف المهاجرين الباحثين عن ملاذ آمن في الولايات المتحدة إلى مدن يديرها سياسيون ديمقراطيون منها نيويورك وشيكاغو وواشنطن العاصمة الرئيس الأمريكي جو بايدن من جانبه وجه رسالة تجمع بين الحزم والإنسانية في مواجهة أزمة الهجرة وأحرص بايدن على زيارة إلباسو بولاية تكسيس والقيام بجولة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وسط أعداد قياسية من المهاجرين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه تظاهر عشرات الألاف من الأشخاص في وسط مدريد للمطالبة بوضع حد لتدابير اقتطاع وخصخصة تطال خدمات قطاع الصحة العام وتعاني خدمات الرعاية الأولية في منطقة مدريد تحت وطأة ضغط كبير منذ سنوات بسبب الشح في الموارد والموظفين مما أكبر عددا متزايدا من الأشخاص على لجوء إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات والتي تعوج حاليا بالمرضى على غرار بقية مستشفيات البلاد في محاولة لوضع حد لاقتطاعات تطال قطاع الرعاية الصحية في إسبانيا تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص وسط مدريد وعمد المتظاهرون إلى قرع الطبول وإطلاق الهتافات وقد نظموا مسيرة في الشارع الرئيسي الذي يمر بجوار متحف البرادو في إطار تحرك أطلقت عليه تسمية ماريا بلانكا أو المد الأبيض وشارك فيه ثلاثون ألف شخص وتأنه خدمات الرعاية الأولية خاصة في منطقة مدريد تحت وطأة ضغط كبير منذ سنوات بسبب الشح في الموارد والموظفين مما أكبر عددا متزايدا من الأشخاص إلى اللجوء إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات التي تعوج حاليا بالمرضى على غرار بقية مستشفيات البلاد هذا الأسبوع أشارت الجمعية الإسبانية للطوارئ الطبية إلى أن أقسام الطوارئ تشهد ارتفاعا في معدل المرضى تتراوح نسبته بين 10 و20% فيما أشارت جمعية حماية الصحة العامة التي تمثل أيضا عاملين في القطاع الصحي في مدريد إلى أن 300 شخص ينتظرون في الممرات شغور أسرة تأتي تظاهرة في خضم موجة إضرابات تنظم احتجاجا على النقص في خدمات الرعاية الصحية العامة في إسبانيا حيث هناك إضرابات مقررة أو يتم التلويح بها في 17 منطقة مما يزيد من تأزم الوضع الصحي في إسبانيا توجه ألاف المتظاهرين في بيرو نحو العاصمة ليما للاحتجاج بشكل جماعي ضد الرئيسة دينا بولارتي والمطالبة بإجراء انتخابات جديدة رغم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة وفي ثلاث مناطق أخرى اندلعت الاحتجاجات ضد بولارتي بعد إقالة الرئيس الاشتراكي بيدرو كاسيو في 7 من ديسمبر الماضي رغم إعلان حالة الطوارئ يواصل آلاف المتظاهرين في العاصمة البروفية ليما احتجاجهم ضد الرئيسة دينا بولارتي للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة كما أعلن المحتجون تنظيم تظاهرات جديدة في المناطق المهمشة في جنوب جبال الأنديس وتبعا لذلك لا تزال حركة السير مقطوعة في 10 من أصل 25 منطقة خصوصا في الجنوب مركز الاحتجاجات حيث واصل المتظاهرون قطع الطرق بعد مقتل ما لا يقل عن 42 قتيلا في 5 أسابيع إلى ذلك تمكنت السلطات من إعادة فتح مطار كوسكو الدولي بوابة الدخول الرئيسية للسياح الوافدين إلى جنوب البلاد بعدما تم إغلاقه في وقت سابق لكن القطارات التي تشكل وسيلة النقل الرئيسية لعدة مناطق ما زالت متوقفة حيث تؤكد النقابات المحلية أن قطاع السياحة يخسر نحو 1.7 مليون يورو يوميا بسبب الأزمة واندلعت الاحتجاجات ضد بولوارتي بعد إقالة الرئيس الشراكية بيدرو كاستيو في 7 ديسمبر الماضي وتوقيفه بتهمة محاولة الانقلاب عبر صعيه لحل البرلمان الذي كان يستعد لإطاحته وبلوارتي سيد الشخصية تتولى رئاسة بيرو منذ خمس سنوات في بلد يشهد أزمات سياسية دائمة تتخللها شبهات بالفساد دعت سلطات لتفية السكان في بعض مناطق وسط البلاد إلى إخلاء منازلهم في إطار الاستجابة لأسوأ فيضانات تشهدها منذ عقود وقال قائد عمليات الإنقاذ أنه لم يتعرض أي شخص للإصابة حتى الآن مشيرا إلى أن هناك جهود تبذل حاليا لإغاثة خمس مناطق نائية وإجلاء السكان وتوفير المواد الغذائية والإمدادات لمن بقوا أسوأ فيضانات تشهدها اللاتفية الدولة الواقعة على بحر البلطيق منذ عقود حيث تصابق السلطات الزمن لإخلاء المنازل في بعض المناطق وسط البلاد استعدادا لحدوث فيضانات عارمة وتعاني مدينتان في وسط وشرق البلاد والمناطق المحيطة من خطر كبير حيث تعقو كتل جليدية إن جرفت من بيلاروسيا تضفق مياه نهر دجافا وهو ما ينبئ بحدوث كارثة وفي تحذير شديد عبر الإزاعة المحلية قال رئيس بلدية المدينة إنه سيكون من شبه المستحيل إخراج السكان من الوحود الجليدية إذا اكتاحت المنازل وكانت السلطات في لاتفيا قد قامت ببناء سد قبل عشر سنوات في تدبير احترازي لكنه بدأ يتهاوى بسبب ضغط الجليد وفي محاولة لتدعيمه نشرت السلطات عددا من الآليات لتدعيمه بكميات إضافية من أكياس الرمل السلطات المحلية أكدت أن السد صامد حتى الآن ويتم تدعيمه بصورة مستمرة مشددة على أن الوضع ما يزال خطيرا ومن جهته أكد القائد العسكري أليكساندرز كافي جونز أنه لم يصب أي مواطن بأذى حتى الآن مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل حاليا لإغاثة خمس مناطق نائية وتوفير المواد الغذائية والإمدادات لمن بقوا في منازلهم هي إذن ظروف صعبة وحالة استثنائية تعيشها لا تفيا وسط رقب للفيضانات التي تهدد الكثيرين دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الوزراء للانعقاد بهيئة تصريف الأعمال الأربعاء المقبل لبحث عدد من الموضوعات على رأسها ملف الكهرباء قال الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية إن جدول أعمال المجلس يتضمن مشروع مرسوم يهدف لإبرام اتفاق بيع زيت الوقود بين حكومة العراق ولبنان وزيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف لبنان لصالح شركة تسويق النفط العراقية بالإضافة إلى طلب وزارة الاقتصاد بتأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار إضافية لدعم شراء القامح أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على أحد العناصر الإرهابية في السليمانية وفي سياق متصل نفذت قوات الشرطة الاتحادية عمليات تفتيش ضبطت خلالها أسلحة وأعتدة غير مرخصة في بغداد وذكرت الشرطة أنه تم تنفيذ عمليات تفتيش ضمن قاطع مسؤولية الفرقة في مناطق النهروان والمشتل وحي بابل أسفرت عن ضبط 19 بندقية مختلفة الأنواع و7 مسدسات مختلفة وطلقات نارية و3 دروع نسيجية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لدفع ملف الاستثمار ولتوفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات التي تمثل أولوية دعما للاقتصاد المصري جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبا لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة تناول اللقاء استعراض الجهود المبدولة من جانب الهيئة في إطار خطة الدولة لإتاحة مناخ جاذب للاستثمارات وتنفيذ لتوجهات مستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بأهمية التعامل مع أي معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين إلى جانب الترويج والتسويق لمختلف الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر في مختلف المجالات نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة مدى فترة العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد الرابع عشر من مارس المقبل ووضح المركز أن عدد المتقدمين للاستفادة من القانون وصل إلى أكثر من 35 ألف حساب مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مدير جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا تحت عنوان ترشيد الطاقة هو الوضع المعتاد الجديد تناول خلاله كيفية تحقيق كفاءة الطاقة وأهم الاستراتيجيات الدولية في هذا المجال صلت تقرير الضوء على إطلاق مصر لمبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء في أغسطس 2022 في محاولة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي أشار التقرير أيضا إلى أن ترشيد الاستهلاك في المنازل هو الطريقة السريعة لتوفير الطاقة حيث تمثل الكهرباء والوقود المستخدمان في تدفئة المنازل وفي تبريدها وإنارتها ما يقرب من 40% من استهلاك الطاقة في أوروبا يشارك وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في أعمال المنطقة الثالث للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم والذي يعقد بالعاصمة الموريتانية نوكشوت ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف كلمة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر ويعقد المؤتمر برعاية الرئيس الموريتاني وقيادات الدولة الموريتانية ونخبة واسعة من وزراء الشؤون الإسلامية بقارية أفريقيا شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة توقيع مذكرة نوايا حول تكامل التكنولوجي لخفض وتقييم غازات الشعلة وتكنولوجيا خفض الانبعاثات الأخرى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والشركة إني الإيطالية بموجب هذه المذكرة ستقوم الشركتان بدراسة وتحديد الفرص المتاحة لعمليات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مشروعات قطاع البترول والغاز في مصر ولأعداد خطة رئيسية للاستفادة الاقتصادية من الغازات الناتجة عن هذه العمليات تأتي هذه المذكرة في إطار التزام مصر بالمبادرات العالمية التي تهدف للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات ومواجهة أثار تغير المناخي واستكمال الجهود والمبادرات التي تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ كوب 27 أعلن التحالف الوطني عن إطلاق أكبر منصة تدريبية لمتطوع كيانات التحالف المختلفة بهدف رفع قدرات وإمكانيات الشباب المتطوع وأوضح التحالف في بيان أن منصة تدريب متطوع التحالف وما تضمه من دورات تدريبية مكثفة سوف تعمل على نشر قيم التطوع على أوسع نطاق ممكن لجذب شباب جدد في مصاف متطوع التحالف وإتاحة الفرص الواعدة لهم لخدمة وطنهم من خلال الارتقاء بالشرائح الأولى بالرعاية وتنفيذ مستهدفات التحالف في خدمة أكثر من 30 مليون مواطن مصري في مواجهة أثار الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة التي يشهدها العالم الآن يأتي ذلك استجابة لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاستفادة بقدرات الشباب المصري الواعد في تحقيق مستهدفات التحالف الطموحة خلال 2023 نظمت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول ارتفاع معدلات الطلاق وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني تناول الصالون منقشة عدة محاور حول ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق منها أسباب ارتفاع الظاهرة وكيف يتم معالجة أسباب ارتفاع معدلاتها فضلا عن نسب الطلاق بين الريف والمدن وخطور التنامي ظاهرة الطلاق على التماسك المجتمعي بجانب مناقشة كيفية تأهيل المقبلين على الزواج وتوعيتهم احنا عايزين نعمل ولو في الموصائقي عن الأسرة المصرية وعن الأسرة والزايبة في مواده ورحمة والأب والأم وإن الكيان ده كيان عظيم فكرة الطلاق لما الإسلام أبحى ما كانتش شيء عشان أسباب تفهم وغيز الشيخ معنا استحالة عشرة استحالة عشرة استحالة عشرة دي بقى حط تحتها بنوك كتير عنفه أسري زوج غير ملتزم أخلاقيا ودنيا بيهين مراته بيهين ولاده بيشرب فيه أسباب حقيقية للطلاق هدم الأسرة مش سهل كسر الطفل مش سهل الطفل لما بيحصل انفصال بين الأم والقب الأم بتشد في ناحية والقب بيشد في ناحية احنا بنتخنق على مصروفات احنا بنتخنق عندنا مشاكل في المحاكم كل الحياة دي الطفل عايشها الولد اللي هو بناء الأسرة الحقيقة دي أكبر نعمة ربنا أنعم على الإنسان بيها الأسرة المواد ده والرحمة اللي جوه البيت ده المفروض المكان اللي احنا بندخل فيه عشان نرتاح من ضغوط الحياة ونقضي وقت كويس مع بعض فيعني الحقيقة لازم نعيد التفكير لازم نسيب الموبايلات ده مهم جدا لأنه ده ليه تأثير ضخم جدا لازم على أقل نص ساعة أو احنا بنقول في مواد ده ساعة صفة مع بعض لازم كل يوم نقض مع بعض الساعة احنا عايزين أجيال تكون سليمة من ناحية نفسية ولو الأب والأم لو الزوج والزوجة فشلوا أنهم وزوجين مش عايزينهم أنهم يفشلوا أنهم يكونوا أب وأم صلحين بالضبط لو احنا الاتنين مش قادرين نعيش مع بعض جربنا كل الطرق كل الحلوزة وانتي حرج بتقولي كده المفروض أروح لحد متخصص ياريت ياريت قبل ما نوصل لإنهاء العلاقة الزوجية يواصل معرض أهلا رمضان في ضمياط توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة تلبي احتياجاتهم يضم المعرض الذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك خمسة عشر قسما بتخفضات تصل من عشرين إلى ثلاثين في المائة وذلك للتخفيف عن كاهل أبناء ضمياط موجود جميع أنواع السلع الموجودة المحتاجات في كل البيت المصري موجودة في معرض ضمياط وبأسعار مخفضة من زيوت والحوم وأسماك والحوم مجمدة ومنظفات وجميع أنواع السلع موجودة وبجودة وبأسعار أقل من السوق المكان هنا كويس أسعار معقولة أرخص من السوق خبق لك الجودة برضو جودة كويسة أنا جت معرض أهلا رمضان عشان أشتري أشياء للبيت وكل الحاجة هنا كويسة جدا وأتمنى أن كل ربات البيت يحضروا علشان يشتروا كل الأشياء هنا أشياء موفرة جدا وكل حاجة هنا جميلة جدا المعرض هنا فيه كل حاجة أنا دخلت التقيد كل حاجة موجودة في المعرض لحمة، خضار، بيت، سكر، رز، زيت كل حاجات البيت كلها متاع هنا في المعرض وقع كلها على خصومات حلوة وكلها في متناول الجميع على أحسن من السوق كلها متى أعلنت جامعة سهاجة عن اتخاذ إجراءات عديدة لإلغاء العمل نهائيا بالنظام الورقي والتوجه إلى النظام الإلكتروني كما أكدت الجامعة على استمرار العمل نحو تحول الرقمي بشكل كامل في امتحانات مختلف كليات الجامعة التحول الرقمي مصار تمضي فيه الدولة بخطى متسارعة لتسهيل الإجراءات على المواطنين جامعة سهاج أعلنت عن خطوات جادة وسريعة نحو إلغاء العمل بنظام الامتحانات الورقية نهائيا واستبدالها بالنظام الإلكتروني بجاميع الكليات الجامعة أعلنت أيضا أن ذلك يأتي تزامنا مع استمرار العمل بنظام المنصات الإلكترونية لمختلف إصداراتها ومسمياتها وتدريب الكوادر البشرية وتطوير المقرارات الإلكترونية بتتناسب مع فكر وطبيعة عمل تلك المنصات والهدف المنشود منها كل أبناء هذا القطاع يؤدون الاختبارات بالنظام الرقمي على إجهزة الحاسوب باقي كليات الجامعة كلها بتأدي الامتحانات باستخدام نظام البابلشيت المميكان الذي يتم تصحيحه أيضا باستخدام ماكينات التصحيح بالتالي نحن نحي تماما العامل البشر في أنظمة التقويم سواء التصحيح أو الكنترولات ومع نجاح التجربة في عدد من كليات الجامعة تتجه إدارة الجامعة خلال العام الدراسي الجديد لتعميم الاختبارات الإلكترونية وإلغاء العمل بالامتحانات الورقية بشكل نهائي الامتحان الإلكتروني أفضل بكتير طبعا من الورقي بحس أنك أنت بتطلع تكبع عارف الدرجة واسق من درجتك ما فيش شك أنه مثلا يكون فيها تغيير طبعا ما بيجباش فيه شوشرة زي الورقة وكده فأنت منك لجهازك لا طبعا الإلكتروني أحسن من الورقي عشان الورقي بيكون حافظينهم كده وحطينهم على طول بالعكس الإلكتروني بيكون فيه أسئلة يعني فاهم شوية وكمان الإلكتروني بيخليني أعرف درجاتي أنا وطلع أعرف أنا أصرت في أي مادة كذا لا مش كويسة فيها لا مادة كويسة فيها الامتحان بيعتمد على الفهم أكتر ما بيباش في تدخل بشري أفضل من الورقي لأنه بيخليني أشوف الدرجة بتاعتي أول بول يعني بتصحح أول بول الاختبارات الإلكترونية تتميز بالمرونة والكفاءة والشفافية وهو الأمر الذي تسعى الجامعات المصرية ومنه جامعة سهاج على تحقيقه من خلال توفير كافة الأمور التقنية والتجهيزات خاصة خطوط الإنترنت فائقة السرعة لتصبح الجامعات أحد النماذج الهامة في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة انتهت مؤسسة حياة كريمة من أعمال إنشاء منزل المواطن على عزة بقرية مسارة بمركز ديروت في محافظة أسيوت وقال أصحاب المنزل إن منزلهم تعرض لحريق تسبب في وفاة شقيقتين وفوجئوا بمسؤولي مؤسسة حياة كريمة يعلنون عن تحمل المؤسسة لأعمال هدم وبناء المنزل من جديد نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهولات الكبيرة التي عاملها في جميع القرى والأرياف ونشكر حياة كريمة على المجهود التي عملت معنا أول ما سمع بهذا الموضوع الحادث الأليم وهو تم في هذا المنزل وأول ما سمع بهذا الموضوع قاموا برفع الأنقاض التي كانت في هذا المنزل وابتدوا يبحثوا في الأساس الأساس بتاع المنزل والحمد لله وصلنا لحد هذا الوضع اللي احنا فيه أول ما عرفت حياة كريمة باللي حصل لحد ستاعتنا على طول بعد شهر ونص تمام رعوا باستلمن البيت أنقاضوا بتاعوا وطلعوا كل حاجة فيه وابتدوا يعملوا شغلهم وبسم الله ما شاء الله عمل شغل حلو الحمد لله لكل حال ونحب نشكر السيد الرئيس حياة كريمة عمل شغل في كل قرية كل الناس الفجيرة عمل شغل معها أول ما عرفت حياة كريمة بالخبر جاءت استدعتنا وخذت معنا جراءات وخلصت معنا كل حاجة وزي ما حضرتكم شايفين شطابة البيت ونحن بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اختتمت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بأبو رمات جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة القافلة قامت على مدار يومين بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 280 حالة بمختلف تخصصات طبية كما تم إجراء عدد 37 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشوفات والفخوصات وصرف العلاج بالمجان عقدت وزارة الثقافة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل أنشطة وفعاليات وجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين الذي ينطلق خلال الفترة من الخامس والعشرين من يناير إلى السادس من فبراير وخلال المؤتمر أكدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أن هذه الدورة من المعرض تأتي تأكيدا على الهوية المصرية التي أبهرت العالم مشيرة إلى حرص القيادة السياسية على أن يظل المعرض نافذة مصر على العالم وإلى البرصة المصرية حيث أنهت السوق تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين وتجاوز رأس المال السوقي مستوى تريليون واربعمائة وخمسة وثلاثين مليون جنيه وذلك وسط تدولات بلغت نحو ثلاثة مليارات ومائة مليون جنيه وارتفع مؤشر البرصة الرئيسي اي جي اكس ثيرتي بنسبة واحد فاصل واحد وثمانين في المائة كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس ثينتي بنسبة اثنين فاصل ثلاثة من مائة في المائة رياضيا حسم المنتخب الوطني لكرة اليد التأهل الى الدور الرئيسية في بطولة العالم بعد فوزه على نظيره المغربي بنتيجة تسعة عشر ثلاثين في الجولة الثانية من الدور الاول من المسابقة بهذا الفوز رفع منتخب اليد رصيده الى اربع نقاط في صدارة المجموعة السابعة بعد اداء استثنائيا حسم المنتخب الوطني لكرة اليد التأهل الى الدور الرئيسي في بطولة العالم المقامة في السويد وبولندا وذلك بعد فوزه على نظيره المغربي بنتيجة ثلاثين هدفا مقابل تسعة عشر في الجولة الثانية من الدور الاول من المسابقة وانهى المنتخب الوطني الشوط الاول بالتفوق على المغربي بثلاثة عشر هدفا مقابل تسعة ومع بداية الشوط الثاني ظل الوضع كما هو عليه لينهي فارق المدرب الاسباني روبيرتو باروندو اللقاء بفارق أحد عشر هدفا بعدما وصلت النتيجة الى ثلاثين هدفا مقابل تسعة عشر بهذا الفوز رفع المنتخب الوطني رصيده الى اربع نقاط في صدارة المجموعة السابعة حيث يحتاج الى الفوز على الولايات المتحدة في الجولة القادمة لضمان الصدارة والوصول لدور المجموعات الثاني بالنقاط الكاملة وتتأهل اول ثلاثة منتخبات من كل مجموعة للدور الثاني والذي يلعب ايضا بنظام دور المجموعات حيث ستلتحم المنتخبات المتأهلة من المجموعة الثامنة والتي تضم كلا من تونس والدنمارك وبلجيكا والبحرين مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة السابعة التي تتصدرها مصر انتهت اخبرنا وهذه تذكرة بالعنوي شكري يؤكد على دور مؤسسات التمويل الدولية في حجد التمويل لصندوق المناخ الأخضر وتحقيق الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة بلاروسيا تعلن عن بدء مناورات جوية مشتركة مع روسيا وكييف والغرب يعربان عن قلقهما منتدى دابوس ينطلق اليوم وسط وضع اقتصادي هو الأكثر تعقيدة مع تزايد التضخم والركود العالمية بالعناوين وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء